أن هذه الحيرة دالة على أمر هو الذي يعنينا الآن وهو أن هناك تنوعا كبيرا في العربية ذاتها ثم في العربية الإسلامية من بعد ليس فقط على مستوى علم القراءات والضبط الكبير الذي جرى فيه وليس فقط على مستوى ضبط اللغة والقصة المشهورة طبعا عن التقاط علماء اللغة الأوائل لفصيح اللفظ من البداوة وهذا طبعا كان سمت هذا العصر لكنه لا يخضع كثيرا للتحليل العلمي فنحن نعلم ما الذي أرسى قواعد الفصاحة العربية وإن كانت هناك بعض مفردات تلتقط من الأعراب في الخيام لكنها لم تكن هي قوام هذه اللغة قوام هذه اللغة شارك فيه عرب وغيو عرب ومن الأسماء الكبرى في علم اللغة العربية سيباوية مثلا وهو حسب ما يدل عليه اسمه هو غير عربي ولذلك ترى علم اللغة في طراثنا العربي قليل وقد لا تتعدى المتون الأساسية فيه العشرة أعمال لأن هذه اللغة ضبطت عقب عصر التدوين في القرن الثاني وصيغت بفضل جهود علمية ضخمة جدا بزلها علماء القرنين الثاني والثالث الهجريين وتوالت أسماء كثيرة مثل ابن السكيت المقتول وسيباويه المذكور وقطرب تلميزو إلى آخر هؤلاء فلما انضبطت اللغة على نظام واحد تصورنا أنها نظام واحد فقط هذا فيما يتعلق بالعربية ماذا عن الإسلامية قد يظن البعض أيضا أنه مدام الإسلام هو دين التوحيد فهو دين الواحدية والبون شاسع بين الإسنين الإسلام دين التوحيد نعم لكنه ليس دينا واحدية الرؤية بدليل المذاهب الفقهية نحن نعلم الآن من المذاهب الفقهية أربعة ونعلمها بشكل يرتبط بالجغرافيا فنقول الملكية في المغرب والحنبلية في قلب الجزيرة هنا وفي مصر والشام الشفعية والحنفية والحنفية تتمركز عند الأتراك هذا معاصر ولكن في الزمن الأول كانت المذاهب الفقهية كثيرة جدا ومنها مذاهب ضخمة ولها أتباع يعني لا يحصون كمذهب أبي ثاور مثلا وقد كان الجنايد أبو القاسم الجنايد على مذهب أبي ثاور في الفقه والآن يقولون أن المذاهب خمسة ويدخلين الإباضية فيها لإخواننا في عمان ولا ينتبهون أو غير منتبهين إلى أن الإباضية ليست مذهبا فقهيا هي مذهب عقائدي يتعلق بأصول الدين وليس بالمعاملات والفقه شاهدوا الكلام هنا أن الإسلام وهو دين التوحيد هو ليس دينا واحدية المظرة يسمح بالتنوع حتى داخل المذهب الواحد ولذلك عرفنا في المذهب الشافعي كيف تغيرت بعض أحكام الإمام الشافع الفقهية ما بين إقامته الأولى في العراق وإقامته الأخرى في مصر إذن هناك تعدد في الرؤى وفي الأحكام وفي طبيعة اللغة ما الذي يجمع إذن؟ الذي يجمع هو الإطار فنحن نقول الوجود بالمعنى الفلسفي الانتولوجيا وهذا لا يلغي أن داخل هذا الإطار تنوعات كثيرة من الجماد إلى الإنسان إلى الحيوان إلى الماء إلى الصخر إلى هذه التنوعات كلها وجود ونقول إنسان إنسان وهذا لا يلغي كم هائل من التنوع داخل هذا الإطار فالإنسان هو الأفطس الأنف الزنجي وهو الأصفر الأسيوي وهو الضخم الأجسام الفايكنج في شمال أوروبا وهو العربي وهو هذا التنوع يظل دائما داخل هذا الإطار على هذا النحو أيضا نقول الثقافة مثلا الثقافة العربية الإسلامية ثقافة المجتمع السعودي ثقافة المجتمع المصري هذا هو إطار فقط ولا يلغي هذا الإطار تنوعات لا حصر لها داخل هذا المفهوم تظل دائما تدور حتى الفرد الواحد نقول فلان وفلان هذا ليس شيئا واحدا إلا مجازا وإلا ففي حياتنا الشخصية هناك مراحل وفي كل مرحلة إذا ما تأملناها وجدنا شخصا يكاد يبدو مختلفا تماما عن الشخص الذي كان في مرحلة سابقة وأكثر من هذا أنه في الزمن الواحد تتنازعنا الأشياء حتى يصل بنا التنوع أحيانا إلى درجة التناقض داخل وحدة التجربة الإنسانية الواحدة إذن التنوع هو الأصل في الأشياء سواء كانت ذاتا مفردة أو جماعة إنسانية ذات ثقافة أو نوع إنساني عام أو وجود كله ما الذي يؤدي إليه العناية بهذا الأمر وما الذي يؤدي إليه إهماله تراثنا العربي الذي نعتز به ونعمل فيه وأقمنا هذا المركز وكانت أحد أهداف الأساسية أن يعنى بالتراث العربي وأقمنا في مكتبة الإسكندرية مركزين للتراث والمخطوطات لتعنى به ونتحدث عنه ليلة نهار هذا التراث صار تراثا عظيما لأنه أدرك على نحو ما أهمية التنوع ليس فقط على مستوى تعدد الرؤى الفقهية ولا تعدد المذاهب ولكن على مستوى أهمق من هذا وأكثر حدة فلا يستطيع مؤرخ منصف أن ينكر أن بغداد في القرن الرابع الهجري كانت تحفل بأعمدة التصوف وأهل الطريق والفقهاء المتبتلين وصيغت في هذه المرحلة ترانيم روحية ومناجيات ونصوص دينية بالغة الغوعة وفي هذا الزمن أيضا سيغ شعل الإباحي ترجمة نانسي قنقر